هل هذا الطرح يمكن أن ينفذ واقعا تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية عسكريا الدول الغربية والمطالبة بتنحية البرهان من منصبه وفرض مزيد من الإجراءات على السودان للانتقال لمرحلة يحكمها المدنيون دعني أقول أن التحول الديمقراطي إلى التحول المدني إذا لم يكن مدعوما برغبة من داخل أبناء الشعب ومن داخل مؤسساته مهما كانت القرى الخارجية تضغط سواء بالفصل السابع للأمم المتحدة مساق الأمم المتحدة أو بتدخلات من خلال مجموعات دولية يتم تكوينها من تحت النفوذ والغطاء الأمريكي هذا الأمر أنا في نظري تحول خطير للغاية وسوف يؤدي إلى مزيد من الحروب الداخلية في السودان ومزيد من تفتيت السودان ذاته السودان بلد كبير إذا لم يتم التوافق بين أهله على آلية التحول وعلى كيفية التحول وعلى هدف التحول وعلى مدة التحول فلن يحقق شيئا على الإطلاق الجميع يعلم جيدا أن الحرب هذه مدعومة بشكل أو بآخر من بعض القوى بين خلال الإحاءات ومن خلال الأموال ومن خلال التخطيط الذي استمر عدة سنوات سابقة أما مسألة تنحي القيادات من هنا ومن هناك فهذه أيضا مسألة إذا تمت من خلال التضغوط خارجية أتصور أنها سوف تأمثل نوعا من القضوع للخارج وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا نحن نرى حتى هذه اللحظة أننا نقف مع المؤسسات الشرعية والمؤسسات الشرعية يقودها أناس معروفون يعني إذا كان هناك تحفظات على سلوك البرهان باعتباره يعني قائدا للجيش لكنه كما يعلم الجميع وكما يتعامل معه العالم كله سواء جماعة الدول العربية والمنظمة الوحدة الأفريقية وأيضا أمم المتحدة فهو رئيس المجلس السيادة والذي يعبر عن رمزية سياسية وسيادية معينة بالنسبة للشعب السوداني في الداخل وفي الخارج أما السيد حمدان دوجلو فهو إذا كان نائبا فقد قيل وفقا لقرارات رئيس المجلس السيادة وبالتالي فنحن أمام وضع خضع لتعقيدات عديدة فيها بعض شخصي بالتأكيد لكن فيها أيضا بعض مؤسسي المهم هنا السؤال هو نحن نريد أن نساعد السودانيين على أن يقفوا هذا الحرب وعلى أن يقيموا نموذج للتحول بإرادتهم الحرة أم أننا نريد أن يخضعوا لتدخلات دولية أنا من وجهة نظري أي نوع من أنواع الدعوة لتدخل خارجي هي دعوة خطيرة للغاية ودعوة سوف تؤدي إلى تفتيت السودان ولن تعطي له أي نوع من أنواع التحول لا الديمقراطي ولا مدني ولا أي شيء من هذا القبيل ونحن لدينا نماذج عديدة في العالم العربي